بعد إفلاسها سياسيا وشعبيا في العراق تعود قوى الإطار التنسيقي وميليشياتها مرة أخرى محاولة نفض غبار الفساد عنها وإصلاح ما أفسده فشل العملية السياسية التي ولدت ميتة أصلا مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي وبشكل بات مكررا ومستهلكا تحاول قوى في الإطار مع ميليشياتها تضخيم التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة مؤخرا لصالح الدعاية والترويج الانتخابي رغم تأكيد التحالف الدولي بقيادة أمريكا عدم وجود مخطط لمهاجمة الميليشيات الولائية بعد صمت من قبل نفس الجهات بشأن الوجود الأمريكي منذ تشكيل حكومة السوداني نهاية العام الماضي ومن جهة أخرى بدأت أحزاب السلطة بممارسة ضغوط مختلفة على المواطنين لإجبارهم على الانتخاب حيث مدد موعد تسجيل الأحزاب في القوائم الانتخابية لأكثر من مرة فيما حاول أعضاء في اللجنة القانونية النيابية مقربون من الإطار التنسيقي اعتماد البطاقة الانتخابية وثيقة رئيسة لإنجاز معاملات المواطنين في دوائر الدولة إلا أن العزوف الشعبي عن تحديث البيانات الانتخابية أثار مخاوف الأحزاب من تداعيات ذلك الأمر الذي يوضح فشل قوى الإطار في إقناع الشارع بشرعية تلك الانتخابات ويرى مراقبون أن ضغوطات قوى السلطة على المواطنين للانتخاب هي آخر ورقة يمكن للأحزاب استخدامها بعد أن احترقت ورقة مزاعم مقاومة الوجود الأمريكي وللأبد بحسب مراقبين لا سيما بعد أن قدمت حكومة السوداني ومن ورائها قوى الإطار كل الضمانات الممكنة لحماية مصالح أمريكا في العراق بل وتوفير الحماية لمعسكرات التحالف الدولي خلال زيارة الوفد العسكري الحكومي إلى واشنطن ويبدو أن شعارات المقاومة والممانعة لم يبق منها إلا ترغيب الناخبين وترهيبهم للذهاب إلى الانتخابات وإعادة تدوير وجوه شركاء العملية السياسية